السلام عليكم تحية من قناة وصفات انفدوى ارحب بجميع المشتركين القدم وحتى اجداد نقول لكم لا تنسوا ان تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد وصفة اليوم الجاجة مفور روعة في المداق يأتي طايب زبدة ومن اروع ما يكون ستكوني سيعجبكم لو كانت تجربوه بهذا الطريقة بتتبيلة رائعة ودايما نذكركم اذا عجبتكم الفيديو تحليم لا تطلقوا اشباب وضع لايك ويمكنوا أقوموا على ارحب النقاة لكي تردو عنا الوصفة وكامل الناس تشوفها وتشربها وانتو لكم مشاهدة طيبة ن kehreize سألت مع بعض التهبيلات الملعقة كبار على زيت ملعقة كبار على زيت ملعقة كبار على زيت ملعقة عصير الليمون مليعقة على الزر مليعقة على كادشوب قيلة ملعقة صغيرة للحسل 4 ملعقة صغيرة ملعقة كبيرة ملعقة كبيرة الزهتر المحكوك فلفل السود كوركم وكومون ملعقة صغيرة قيلة ملعقة صمدة قرصة ملعقة ملعقة صغيرة ملعقة التوم نحرك المكونات وضعها على الجهة أفخاد الدجاج سوف نستعمل هذا البيلون يوجد طريين ولا تستعمل نصف دجاجة تستعمل نصف دجاجة ثم نضيف الملح والتتبيلة يدخل البيلون يجب أن تجربوا هذا الطريق لأنه يخرجكم سوف تدعوني أكيد نضيف الملح ونضيف الملح ونبدأ الملح في أفخاد الدجاج سوف نضيف الملح نضيف الملح لأنه تعرفوا الجاج يأتي مالح لذلك نضيف هذه الطريقة نضيف الملح ثم نضيف الملح نضيف الملح ونضيف الملح في هذا الملح فقط نضيف الغيشة بالنظيف ثم نضيف الملح الملح اشتركوا في القناة 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 هذا هو الطبق التعنات على اليوم ان شاء الله يكون اعجبكم اذا اعجبكم لا تبخلوني بلايك وبختاج بين الاحباب والاصدقاء نشكركم على حسني متابعة الى اللقاء